امت الطلاق يكون مندوب او مستحب لما الزوجين يخافوا ان لا يقيم حدود الله لان ربنا لقل كده فان خفتم ان لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهم يبقى هنا مباح مستحب او كانت الزوجة صليطة اللسان سيئة العشرة منغصة لصفه الاسرة تاركة للواجبات الدينية ولا تستجيب للنصح بذلنا معاها كل الوسائل لكن للأسف ما بتسمعش وفي نساء كده كتير اه الا ما راح مردي في واحدة لا بتسمع ولا تستجيب في واحدة قاعدة على التليفون 24 ساعة وما بتعملش اكل وما بتقومش بمسؤوليات الاسرة انا لو الامر بايدي والله يا سيدة امنع التليفونات اللي هي بوادس اه بكل وسائل التواصل الاجتماعي عن السيدات والرجال وبالسيدات بالاخص ليه بقى لان تلاقي كثير اللي ما راح مربي قاعدة طول النهار والليل على التليفون فمقصرة في واجبات بيتها مقصرة في حياة زوجها ومقصرة في حياة اولادها كله بالسيء وكله بالسلم ولما تيدي تنصح ما بتستمعش لا ده الكلمة بالكلمة والند بالند والراس بالراس ومش الحياة الزوجية تبنى على كده ابدا الحياة الزوجية تبنى على الحب وعلى الود وعلى المناصحة وعلى المصافحة وعلى الإكرام وعلى التغافل سنة مهمة جدا ان احنا نتغافل عن كل سيد اي نعم مش كله لكن اللي ينفع نتغافل عنه نتغافل عنه طب اذا كانت الزوجة ما بتستجبش او الزوج راجل بخيل ما بيصرفش راجل ما بيقومش بواجبات الاسرة راجل حتى يوم اجسته قاعد على القهوة راجل ما بيرجعش البيت الى الساعة اتنين تلاتة مش في شغل لا دا قاعد مع صحابه شايف ان البيت اكل وشرب وفندق فاللي زي ده اذا لم يستجيب الطلاق هنا ايه مندوب مستحب ليه علشان ما نوديش طرف من الاطراف للخيانة او لسوء المعاشرة صليتوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم وقد يكون الطلاق واجبا امتى الطلاق يكون واجب في ثلاث حالات ركز فيهم اوش اول حاجة طلاق الحكمين خلاص الحكمين قاعدوا وسمعوا فرأوا ان الحل الامثل للعلاقة دي ان هي لازم تنفض خلاص فخلاص ولذلك سيدنا عمر بن الخطب رضوان الله عليك وارضاك كان يعول على الحكمين تعويلا شديدا وروي عنه انه بعث حكمين يصلح بين زوجين فعاد وقد طلق الزوجين فامر بجلده ما تعزيران قالوا له احنا منا اميرا المؤمنين احنا زنبنا يفعلها فربنا بيقول في القرآن وان خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من اهلي وحكما من اهلها يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ففي رأيي من التفسير قال ان يريد عائد على الحكمين وفي رأيي تاني قال عائد على الزوجين فعلشان كده يجب ان احنا نختار الحكمين من قولي العقول ومن قولي التذكرة ومن قولي الفصاحة والبيان والامانة والمسئولية من اهل الثقة والاختيار من اهل العقل الراجح والعقل الرصيم مش اي حد ينفع يبقى حكم يا جماعة لا احنا عايزين انحكم اللي يصلح اللي يلم البيت اللي يلم الشقاق ويقضي على النفاق وسوء الاخلاق الحكم اللي يرجع والبيت في زغروطة بعودة البيت الى وقابه وإلى حبه وإلى سكنه وإلى مودته فلو الحكمين قالوا خلاص الموضوع انتهى خلاص يبقى انتهت قدم الحكمين صالحين مصلحين خدوا بالكم لان مضار صلاح البيت كله فساده مترتب على ما يصدر من الحكمين لانهما بمثابة القاضي عشان كده لو قالوا خلاص يبقى الطلاق اصبح واجبا في هذه الحكمين